العاصمة بغداد عقد مؤتمرها التأسيسي الأول وذكر النجيفي في كلمة التأسيس إن الجبهة التي أطلقها برفقة شخصيات سياسية وعشائرية وأكاديمية لتهدف للوصول إلى السلطة بقدر ما تتطلع لبناء دولة المواطنة وضع النجيفي إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في العراق التي لا تقصي الآخرين أو تعمل على تهمشهما تنادى المخلصون من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية وعملوا معا من أجل الوصول إلى مشروع نهضة تمثله جبهة الإنقاذ والتنمية التي تسعى لبناء دولة المواطنة ذلك أن الهم الأول هو الإصلاح وليس السلطة ونعد كل شيء خارج الدولة عبثا وتشردما وفوضا واستلابا فقوة الدولة بالحكم الرشيد القائم على سلطة عادلة للقانون دون تهميش أو إقصاء للآخر ويمثل إطلاق شخصيات سياسية سنية مشروعا جديدا نقطة تحول أخرى في إطار التباين بين أو في وجهات نظر القوى الفاعلة بالمشهد السياسي ففي الوقت الذي طرحت فيه الجبهة التي يمثلها أسامة نجيف أهدافا أخفق الآخرون في تحقيقها يرى تحالف خميس الخنجر أن التكتل الجديد يعبر عن سعي قوى خسرت الانتخابات أعادت تسويق نفسها من جديد في المناطق التي حررت من داعش تكتل سياسي سني جديد يضاف إلى تلك التي تحاول الضفر بتمثيل المحافظات المحررة من داعش يرى النور في بغداد فبزعامة أسامة نجيف وشخصيات سياسية وعشائرية وأكاديمية أطلقت جبهة الإنقاذ والتنمية التي تريد تمثيلا عادلا لمناطق عانة التهميش هكذا يقول القائمون عليها يؤشر إعلان الجبهة نهجا سياسيا مختلفا عن القوى السنية لممثلة في البرلمان فلم تلحظ مشاركة أعضاء من تحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي أو المحور الوطني بزعامة خميس الخنجر يعتقد مطلق المشروع الجديد أن ممثلي المحافظات المحررة لم يقوموا بما يجب إزاء الجمهور الذي نكب من داعش وهو ما يؤشر تباينا في المواقف بين الجانبين تباينا برز في الآونة الأخيرة مع تصدر مشكلة المغيبين الساحة السياسية السنية فتوالت المواقف المحملة لزعامات سياسية جزءا من المسؤولية عما جرى باعتبارهم لم يطالبوا بحقوق هؤلاء على الصعيد الآخر لم تكن جبهة المنخرطين في تحالفي البناء أو الإصلاح حصينة أمام التصدعات فبرزت محاولات لتشكيل الكتلة السنية الأكبر تمهيدا لتنصيب زعيم آخر غير الحلبوسي رئيسا للبرلمان يرى محللون إن التباين في وجهات نظر القوى السياسية السنية ليست جديدا مع حرص كل جهة على احتكال تمثيل المدن المحررة فيما يذهب مواطنون إلى اعتبار التنازع على الزعامة أمرا يدلل على غياب المشروع والرؤية الواضحة التي ترى في المناصب مغنما انتخابيا في المقام الأول وينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي معا الجبوري سيد معا أرحب بك معنا التكتل الذي أطلقه أسامة نجيفي جبهة الإنقاذ والتنمية برأيك هذا التكتل بما يتميز عن الكتل السنية التي انبثقت قبله مساء الخير ستزينة والسادة مشاهدي قناة الحرة حقيقة يا عملية تبادل الأدوار نحن نعلم أن هذه القيادات السنية لم تحقق مكاسب على مدى السنوات الماضية أخفقت في كثير من الشعارات التي طرحتها وأصبح موقفها أمام المواطن العراقي خصوصا في الشارع السنية بصراحة ضعيف جدا لذلك هي عملية تبادل الأدوار وكل يوم يخرجون بمصطلح جديد كما يقال كثرت دوائرها وقل فعالها كالطب ليكبر وهو خاون أجوف يعني لم يكسب المواطن شيء من هذه المسميات لهذا السبب لعدم تحقيق الكتل السنية المكاسب التي وعدت بها أبناء المحافظات المحررة على التحديد قال أسامة نجريفي بأن هذا التكتل سيعمل على تحقيق هذه الأهداف لأن الكتل السنية لا تمثل واقع المناطق المحررة بالتالي فعلا سيتمكن أن كما تحدث الخنجر بأنها إعادة تسويق نفسها يتحدث طبعا عن الكتل التي خسرت في الانتخابات جميعهم يعني الناقد والمنتقد ومن يعلن انسحابه ومن يعلن انضواءه في كتلة جميعهم لم يحققوا شيئا بصراحة هم الآن يعانون مشكلة أنهم مقبلين على انتخابات الحكومات المحلية كما نعلم مجالس المحافظات ولم يستطيعوا أن يحققوا أي مكسب حقيقة يعني جميعهم فقط شعارات هم يبحثون عن مناصب لهم يبحثون عن مكاسب حزبية ويعلمون جيدا أن رصيدهم في الشارع العراقي في محافظاتهم تحديدا أصبح بائسا وأصبح لا يحقق أهدافهم لذلك هم يحاولون أن يستبقون الأحداث في هذا كل الأطراف منذ 16 عاما تعمل من كان يدعي أنه في المعارضة والتحق ومن كان مع العملية السياسية منذ بدايتها إلى عدلات الجميع أخفقوا حقيقة ولم يحققوا مكسب ولذلك نرى بينهم أيضا تناعر نعم هذا التصدي بين الكتل السنية برأيك كيف سيؤثر على قوتها لدى الشارع خاصة مع هلول الانتخابات المقبلة كان هناك تصدي لدى الكتل الشعي ولكن على ما يبدو لم يؤثر على قوتها في الشارع العراقي كيف سيكون ذلك بالنسبة للكتل السنية ينعكس سلبا حتما وأعتقد في الانتخابات القادمة سوف يخفت نجم بعض القيادات ويأفل اسمهم كلاعبين أساسيين في الساحة حقيقة وهناك طبعا حصلت خصومة جديدة دخل بعض المنافسين السياسيين الجدد وعلى وجه التحديد الحلبوسي رئيس البرلمان بدأ يشكل خطر كونه يمثل قوة شبابية مندفعة واستطاع أن يحقق بعض المكاسب عليه هناك الآن محاولات من الأطراف الأخرى التي تعتبر نفسها استهلكت سياسيا تحاول أن تلقي المسؤولية عليه تحديدا وتحاول أن تعيد ترميم نفسها ولكن حتى هذه الكتل كما تفضلت في سؤالك سيدتي هو هذه الكتل متشضية وهناك منافسة خصومة بينهم وطبعا هذه تنعكس سلبا كونهم لم يستطعوا أن يحققوا أي مشروع إلى المواطن وكان وجود منافسة بين قادة كتل سنية ولكن في نفس الوقت اليوم أنجيفي دعا بعض النواب السنة الذين لم يلتحقوا به في الجبهة الجديدة الجبهة الإنقاذ والتنمية التي أطلقها هذا اليوم وقال بأنه عليهم أن يعودوا إلى طريق الصواب ولا يسيروا وراء الأوهام برأيك هل من الممكن أن نعود إلى تشكيل كتل ذات لون واحد من مكون واحد بعد أن غدرنا هذه النقطة حتى ولو شكليا خلال الانتخابات السابقة الصعبة حقيقة صعبة جدا يعني هو عبر عن وجهة نظره بالتأكيد هو يحاول يعطي بعض الإغراءات إلى وهو يعلم أن هذه الكتل معارضة له نعم الكتل السنية أقصد تحديدا الذي يدعوها هو وهذه طبعا هي حقيقة ترسيخ للطائفية يعني دائما الآن المواطن بصراحة يعني سواء الشيعي أو السنية الشارع العراقي الآن يبحث عن منقذ وطني يبحث عن كتل سياسية أحزاب سياسية شخصيات سياسية غير مجربة بالإخفاق وبالفشل لذلك لم نجد إلى حد الآن المشاريع الوطنية سوى في الشعارات أما على الواقع يعني ولدينا كثير وهذا من ضمن ما نتحدث به المشروع الجديد الغالبية السنية للأسف وهذا طبعا يرسخ القائفية وهنا تدخل المحاصصة لتحقيق مكاسب لتحقيق رئاسات زعامات سياسية ولتحقيق وزارات ومشاكلها كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل السياسي معا الجبوري شكرا جزيلا على حضورك معنا شكرا جزيلا على حضورك معنا شكرا جزيلا على حضورك معنا